موسيقى تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية على إثر هجوم فاشل شنته في إحدى جباهات القتال بمدرية أعمان شمال محافظة البيضاء وقال مصدر عسكريين الحوثيين شنوا هجوما مباغتا على موقع 14 لجبهة فضحة في محاولة الإسقاط لكن قوات محور بيحان والمقاومة الشعبية كانت للمهاجمين بالمرصاد وأوضح أن وحدات مرابطة في الموقع المستادف ومواقع في محيطه صدت الهجوم عقب مواجهات استمرت لساعات أسفرت عن فرار الحوثيين عقب سقوط قتلى وجرح وأسرى في صفوفهم وفي جنوب شرقي المحافظة تعرضت الميليشيات المدعومة من إيران لخسائر في صفوفها وعتادها العسكري جراء هجوم شنت المقاومة الشعبية على أحد المواقع من مدرية الصومعة وأوضح المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء أن مقاومة الحازمية شنت هجوما على ميليشيات الحوثي في موقع زنقل أدى إلى مصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية وإحراق إحدى عرباتهم المسلحة قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية بقذيفة هاون مزرعة المواطن السالم علي سالم عبدال الواقعة في منطقة الجبلية التابعة لمدرية التحيطة موقعة إصابة بليغة في العمود الفقري متسببة له بعاقة دائبة وكان المواطن قد أجبر على النزوح من منزله لسبب قصف الميليشيات على حارة عكيش في التحيطة إلا أن آلة الموت الحوثية لاحقته إلى مزرعته التي ذهب العمل فيها لعالة أطفاله وتوفير حياة كريمة لهم جددت الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف مجمع إقوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة بقصف صاروخي وقالت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت القذائف الصاروخية مسادفة المجمع وأحياء سكانية في مدينة الحديدة بصورة همجية وأضحت المصادر أن القصف الحوثي خلف الضرارا بالمباني وأثار الرعب في صهوف السكان والعاملين في المصنع والمجمع التجاري الذي تعرض في مرات سابقة لعمليات قصف عنيف خلفت عشرات الشهداء وجرحة ودمارا واسعا بالمجمع تأتي هذه العملية عقب مرور يوم واحد على قيام الميليشيات باستداف حي منظر الشعبي بمدرية الحوك بالقذائف الصاروخية التي أسفرت عن تدمير خمسة منازل المدنيين ونزوح عشرات العائلات منها قال قائد الفريق السادس في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام المهندس ناصر عوض إن الفريق تمكن منذ بدء المشروع من تأمين خمسة عشر حقلا ومنطقة ملغومة بمساحة إجمالية تقدر بمائة وخمسين ألف متر مربع في عدة مدريات بمحافظة شبوة واضح أن الفريق تمكن من أزعي أكثر من ألفي لغم أرضي مضاد للدروع وثلاثمائة لغم فردي بالإضافة إلى ألف وخمسمائة قذيفة متنوعة من الحقول والمناطق التي عمل الفريق السادس على تأمينها وأشار قائد الفريق السادس أنهم يعملون الآن في منطقة مرأة تابعة لمدرية عتق وهي منطقة ملوثة بالألغام والقذائف وتشكل مصدر تهديد لحياة المدنيين وحيواناتهم اشتركوا في القناة